أوقات كتير جدا بنسأل نفسنا هو إيه اللي بيحصل للإنسان بعد ما يموت طب إيه اللي بيشوفه الإنسان على فراش الموت إحنا كبشر بطبيعتنا بنخاف من المجهول وأصعب حاجة في الموت إن هو شيء مجهول بالنسبة للإنسان يعني عالم خفي الإنسان ما يعرفش عنه إلا حاجات قليلة ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق شرح لنا حاجات بتحصل للإنسان بيشوفها لحظة الموت وبتحصل معاه في قبره هل الإنسان اللي مقفول عليه قبره القبر المظلم ده اللي ريحته مش كويسة القبر اللي يدوبك متر في متر بيشيل الإنسان بالعافية هل هو القبر ده نهاية المطاف طب إيه اللي بيحصل جوه القبر المظلم ادي أدام على الإنسان لوحده بعد ما أهله بيسبوه الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله طلب مني كتير جدا إن أنا هنتكلم عن المراحل بتاعت الموت وإيه اللي بيحصل للإنسان لما يوضع في قبره وأهله يمشوا ويسبوه وهو ده اللي إحنا هنتكلم عليه في حلقة النهاردة تفصيليا من أول سكرات الموت لغاية لما الميت بيوضع في قبره وأهله بيسبوه ولكن قبل ما نقول أي حاجة صلوا بينا عن نبي ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم يا جماعة عمليني يا رب القنوب خير مفيش شك إن إحنا كبشر بنخاف من المجهولة يعني الأشياء اللي إحنا لا ندرك عنها شيء زي الموت وأكتر حاجة بتجعز الإنسان هي الموت خصوصا دلوقتي مع انتشار السوشال ميديا والحاجات الكتير أو اللي إحنا بنشوفوها عن الموت وكسرة الموت اللي بقت تحصل فجأة تفتح السوشال ميديا تلاقي نعي فلان الفلاني الشاب بتفتح السوشال ميديا تلاقي الشاب الفلاني ليه لتفرح ومات إيه اللي بيحصل للإنسان ساعة سكرات الموت وهو خلاص بيحتضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان طالع وراء جنازة عندما وصلوا المقابر ودفنوا الميت اللي كان معاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسك عود من القش وخط خط في الأرض بيقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو روي الحديث قعدنا كأن على رؤوسنا الطير يعني السحابة كلهم قعدوا سكتين جدا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى إيه اللي بيحصل والسؤال اللي محير ناس كتير جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انكتاع من الدنيا وإجبال من الآخرة تده ملائكة بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفا من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حنوت يعني معهم برفان من الجنة ويأتي ملك الموت عند رأسه ثم يقول أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب فخرجي إلى ردن وردوان ورب رادن غير غدبان فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السكاه يعني بالزبط زي ما كننا جبنا كباية فيها نقطة مية من الكباية لو شها كده سرعة نقطة المية وهي نزلة كده يعني في ثانية الروح بتكلع من جسد الميت ده إذا وضعها في يده أي ملك الموت لما ياخد الروح ويمسكها في إيده الملائكة لا تضعها في يده طرفة عين يعني الملائكة طرفة عين تاخدها من إيده وتحط عليها ريحة طيبة ريحة الجنة وتكفنها من كفن الجنة ثم تسعد بها إلى السماء الأولى فإذا جاءت بها إلى السماء الأولى استفتحت فقالت الملائكة أي حرص السماء الأولى روحوا من هذه الطيبة فتقول الملائكة التي صعدت بالروح روح فلان بن فلان بحب الأسماء اللي كان بيحب أنه هو يدعى بها في الدنيا يشيعه من السماء الأولى الملائكة المقربين ثم يسعدون بها إلى السماء الثانية ويستفتحون فتقول الملائكة روحوا من هذه الطيبة فتقول الملائكة روح فلان بن فلان بحب أسمائه التي كان يحب أن يدعى بها في الدنيا ثم تسعد به إلى السماء الثالثة فما تزال الملائكة كذلك حتى يصعدوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة اللي طلعت بالروح ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم رجعوا روح عبدي للأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى فترجع الملائكة روح الراجل الطيب ده في أبرو تاني جيلوا ملائكة الحساب فيقعدوا فيقولون له من ربك وما هو دينك ومن النبي الذي بعث فيكم فيقول العبد ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فترد عليه الملائكة انت عرفت منين فيقول لهم العبد الصالح ده قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ثم يأتي صوت من كبل السماء صدق عبدي فأفرشوا لعبدي كبره من الجنة فيفتحوا له الملائكة زي شباك كده نافزة على جهنم ويقول له بص ده كم مكانك في النار لو أنت كنت عسيت ربنا سبحانه وتعالى ويقفلوا الشباك ده ويفتحوا له شباك تاني ويقول له بص هذا مقعدك في الجنة لأنك أطعت الله فيظل العبد ينادي إلى يوم الكيامة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة خدوا بالكو يا جماعة أن القبر ده درجات على حسب عمل العبد اللي هو عمله يعني فيه ناس في القبر أرواح المؤمنين بتتلاقى ويعودوا مع بعض ويسألوا على بعض وفيه إنسان عمله ويفتح ليه كبره ومد بصريه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وفيه واحد تاني عمله ويخليه إن القبر بتاعه يتفتح له سبعين زراع وفيه واحد تاني عمله وتخلي الملايكة تقول له نوم نومة العروس الذي لا يوكزها إلا أحب الناس إليها وفيه واحد تاني ربنا سبحانه وتعالى يبعث له وانيس صالح لغاية يوم القيامة في قبره يعني القبر زيت نفسه درجات على حسب عمل العبد اللي عمله في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيجزي بيها في قبره تحت التراب يعني فيه ناس تحت التراب بتتنعم بنعيم الجنة يعني القبر يا جماعة مزاي ما احنا بنشوفوه إنه هو شكله مظلم ومخيف وحاجة واحدة وحاجة مش حلوة وحاجة ريحتها مش حلوة لا ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا فوق الأرض وتحت الأرض ونتمنى رحمة ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وان شاء الله بإذن الله هنعمل فيديوهات تانية عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى احنا كمسلمين احنا غالين عند ربنا سبحانه وتعالى وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى اللي اهدلنا الهدية الجميلة اجمل هدية ربنا سبحانه وتعالى اهدانا بها هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والهدية التانية والنعمة العظيمة التانية ان احنا طلعنا مسلمين اللهم لك الحمد والشكر ان احنا طلعنا مسلمين ان شاء الله باذن الله الفيديو القادم هيكون عن المنافق او الكافر في القبر وساعة سكرات الموت ايه اللي بيحصل له نسأل الله العظيم العفو والعفية ونسأل الله العظيم الاخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انفعنا بما نسمع اللهم علمنا وزدنا من فضلك اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم ارحم موتانا وموتا مسلمين واشفي مرضانا ومردا مسلمين اللهم انر كبورنا اللهم انر كبور احبابنا اللهم اننا لنا احبابنا تحت التراب فارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تمنى أن الفيديو يكون عجبكم ويكون في إفادة لكل مسلم ربنا ينفعنا بما فيه الخير لنا أشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته